سبعا خير مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم في اللايف جديد على منصتكم ونصة الاموال بقدم لكم اللايف ده انا ايه الوليلي الحظ زيادة جديدة في الاسعار دي كلمة بنسمعها كل شوية من تذاكر الانترنت لكهرباء والمراضي زيادة جديدة في الاجهزة الكهربائية واللي زادت بشكل مبلغ فيه السنة دي مش بس كده ده التجار كشفوا كمان عن حجم الارتفاعات اللي اتعرض لها السوق واللي وصلت لرقم محدش يصدقه لكن يا ترى ايه سبب الارتفاع ده والزيادات الجاية هتوصل لكام واسعار الاجهزة بقت كام وده اكتر حضرتكم هتقدروا تعرفوه معايا في اللايف ده من فضلكم كميلوا معايا اللايف للاخر بالوقت كل اللي داخل على جواز بقى يفكر الف مرة قبل ما ياخد الخطوة دي للأسف وده بسبب ارتفاع الاسعار سواء كان في الشوء ولا الخشب ولا الاجهزة الكهربائية لا دخل كمان خصوصا في الاجهزة الكهربائية واللي ارتفعت بشكل ما شفناهوش قبل كده دخل التجار والغرف التجارية يطلعوا كل وقته والتاني علشان يوضحوا سبب الارتفاع ومصير الاسعار الفترة الجاية لكن يا ترى قالوا ايه خسب موقع الحرية فواحد من تجار الاجهزة قال ان اسعار الاجهزة الكهربائية ارتفعت من 6 ال 15 مرة وده خلال 20-23 وده ادى للنقص البضاء عند التجار ونقص بعض المنتجات كمان واحد تاني من التجار قال ان الاسباب اللي قدت لارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية هو التسعير المنتجات طبقا لسعر الدولار في السوق السوداء وده بسبب عدم توفر الدولار في البنوت ده كما تسبب في عزوف المقبلين على الجواز وده بيزيد من اعبائهم خصوصا ان جهاز العروسة وصل لـ 80 و 100 الف جنية علشان يشتروا الاجهزة اللي في الفئة المتوسطة ووضح كده ان لسه في زيادات تانية جاية للأسف وده حسب وافي ابو سمرو عضو مجلس ادارة شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية واللي قال الموقع فيتو استنوا ارتفاع الجديدة في اسعار الاجهزة الكهربائية الفترة الجاية من 20 ل 25% وقال ان ده بسبب ارتفاع وتغيير اسعار الشحن او الشحن نتيجة التوترات السياسية اللي بيشهدها العالم ده كمان بالاضافة لاختفاء منتجات بعض العلامات التجارية لبعض الشركات وده برضو كان من اسباب الارتفاع قال كمان ان اغلب اصناف الاجهزة الكهربائية بتتبع بالاوفر برايس نتيجة الاقبال الكبير من المواطنين على شراء الدولار والمضربة فيه وان المواطني اللي بيقوم بشراء الدولار كنوع من الادخار والاستثمار علشان يستفد من فرق الاسعار هو السبب الرئيسي ورا ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه في السوق السوداء اما جورجي سيدلا رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالجيزة قال ان اسعار الاجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 15% وده من غير مبرر واضح وان شركات حركة الاسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار لحد من مواطن للأسف ما بقاش قادر يشتري قال ان مبيعات الاجهزة الكهربائية انخفضت بنسبة كبيرة خصوصا في القرى بسبب الارتفاعات اللي بتحصل كل شوية لشان كده طلعوا من وزير التجارة والصناع ورئيس مجلس الوزراء بتثبيت الاسعار الخاصة بالاجهزة لمدة 6 شوار بلان تجار الاجهزة الكهربائية بقوا منبوزين بسبب الاسعار المرتفعة للاجهزة رغم انهم اللي همش زن بلان المصانع هي اللي بتفرد عليهم الاسعار لما تسأل عن الاسعار قال ان الاسعار الخاصة بالشاشات بتبدأ من 7 او 8000 جنيه وده حسب نوع كل الشاشة وان سعر الغسالة المتوسطة بس وصل ل15000 جنيه على الاقل وقال ان الاجهزة الكهربائية للعروسة اللي بتجهز وصل ل100000 جنيه على الاقل دلوقتي مشاهدين بعد معرفنا كل التفاصيل الخاصة بارتفاع الاسعار وخصوصا للاجهزة الكهربائية دلوقتي قلولي رأيكم في اسعار الاجهزة الكهربائية وانتم دلوقتي لو هتتجوزوا او هتجهزوا نفسكم هتجهزوا نفسكم بك مشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وان شاء الله لنلقاء اخر على منصتكم منصة الاموال كنت بقدم لكم لايف دا انا ايا الوليني اشتركوا في القناة